موسيقى فاروخ بن مصف على بانك الاحتياط وزوز في الدفاع حتى ملاعبة في وسط الميدان وغارديان. منعوش كواتش قولك شنو رايك انتي في الـ ظلالي الكنديسيون صعابة على الأخر. هذاك اللي اكتب بنا. هذاي اللي اكتب بنا سيتياجون صعيبة ما. تذيكي ما قلت لك أنا ما نحبش نكون هنا موجودة موجودة في المشكلة هذية اليوم. كل واحد كل حاجة صعيبة فهمتني ما يتمنى حتى ما يتمنى حتى واحد حتى العدو ما يتمنى هاش. اما اوكيج في سوريا اللي منظر يعرف الملعبية انتعوه ووصطاف انتعوه نعرفه ان شاء الله يعمل حاجة بها ويخرجنها من بونيكيب اللي يغدوك ولا نال الاربعة. نال الاربعة يلعبوه. نهار الخميس. نال الخميس. نال الخميس يكونوا واقفين بالإدارة. كوتش بالنسبة لأي مدرب في العالم يقولك اعطيني اي مشكلة في العالم المهم يكونوا ملعبيتي ديسبونيبل على ذمتي. بالنسبة للمدرب اليوم يلقى روحو عندو اثناش كاملين تحت ما عادش تحت تصرفوه. منعرش اه بالنسبة بالنسبة للمدرب اه بسيور صعيبة. بسيور صعيبة اه يقولك ما يتمنى هاش لعدو لعدوه. فهمدي كامدرب صعيبة يسر و حتى الملاعبية روحات الملاعبية بدو يغزلوا لبعادهم. 14 جوار قعدنا فهمدني شو مش نعملو. فهمدني دون كامنشتوا يسيور اللي جلال قادري ومندر كبير وصطاف بسفة عامة. اه يقضوا مع بعضهم يلقوا الحلول وتعرف سيتان ماش تريز امبورتان. فهمدني ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نكونوا في اثنية. اما من المستقبل يزمنا ردو بانا. كان غدوية ان شاء الله نهر الخميس نعملو ماش باي ونتاعداوي يزمنا ردو بانا. من الحكاية هذه يزمنا برشا برشا حصرة وبرشا نضيبات. كنت حمناك ورايك في الملاعب اللي هو حنبال المجبري تقريبا. قبل البطولة الناس الكل اللي تحكي على حنبال المجبري ما تشلون شوفناه ما قدمش مرجود كبير. ما تشفيني ما شوفناش بالكل تقريبا. شنو لازم باش نحميو الملاعب هيدا المتا في تونس كل اللي هو موخبة كبيرة. لكن اكيد ما شوفناش مرجود كبير منو. شنو لازم نعم باش نحميو هاللاعب هيدا. خاصة اللي ما شوفناش منو حاجة كبيرة في الماتش لول. ملاعبي ملاعبي باي. ملاعبي عندو مستقبل. لكن يزمنا ردو بالنا روى. احنا في تونس عنا الملاعبي ما يلعبش ماتش بالقدار. نقزموه والملاعب اللي عمل دو ماتش كبار ردوه كبير. تفل هذه اللعب في بطولة العرب. اللعب كونتر ديزادفرسير. اللي ما هم ديزادفرسير اللي موجودين في كاسفريقيا. أنا نجموه قولك سورا عن جوار الجو اللي يولي تيتولير في الماتشستر. ما زالتو ولاعب نورمال. آآ الجو اللي يولي تيتولير في الماتشستر ويلاعب تيتولير ضد جمعيات كبار. ونشوفوه في 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 الماتشستر قاعد يلعب. قاعد يلعب. تراح قاعد يلعب. تراح قاعد يلعب. أنا قولك آآ آآ عند من المدرب الألماني توا زيارة الفراكنيك. آآ بالنسبة لي هو إن شاء الله ربي معاه. آآ أنترنير اللي يعدي الشوص برشة. الملاعبية متاع ليجون سيرتو. وحكا عليها. شوفتوه آآ شوفتوه في لايبسيك. شوفتوه آآ واخت اللي كان ليني في لايبسيك برشة ولاي صغار. وحتى تواب في منتشستر. طاوة في منتشستر كيف كيف تراح قاعد يجور. لكن أنا نقول لك حاجة اللي ملاعبية متاعنا أظوم صغار. ما يزمونيش على ما تشبر كاراهم الردون دي مارادونا. ننبخوهم الردون بستار. وقت اللي هو ما يسمى ميم تيتولير في ليزي كيف بنتاهم. الجوري يولي تيتولير في المنشستر. واختنا نقوله الحمدولله عملنا انستار. ولكن يكون انستار وقت اللي كيف يلعب تيتولير. ويعطي انتيجها. وتشوفوها كل جمعة نتفرجوا فيه في البين. ولا نتفرجوا فيه في السكاي. وقتاً قلوها اقرأها. ما تاوها ما زالت فول صغير. ما زال ما اعطا حد شي. كأس العرب كما شفتوها. ديزي كيف موهين. ان شاء الله بقودة ربي. وقت يروح المنشستر يكون موجود بين الحداش اللولاني. حمد نخو من عندك أكثر معلومات فنية كوتش. ثنائية السخيري والعيدوني في وسط الميدان. مشيتش برشة المقابلة الأولى. المقابلة الثانية تقريباً تخل بن سليمان وتخل غنيها الشعرية. هما كانوا مع السخيري. ممكن ما تجيبش نرجعه لخاطر ملزوزين. مش يرجع بالعيدوني. ما تشوفش الملعبية هيدو ملزوز بنفس الخسار تقريباً. يساعدوا يعطلوا شوية البناء الهجومي. والله ايش نقول لك. هنا ديما نقدره. كل واحد في تونس 12 مليون مسؤولين واللي يحبوا المنتخب. كل واحد عنده تفكيره. كل واحد عنده تشكيله بتاعه. وكل واحد عنده كيفاش يشوف. نعطيك أن الملش الخريني اللي يلعب بناءه. الكاليفيكاسيان بتاع الكوب دي موند. الكاليفيكاسيان بتاع الكوب دي موند. الكوب دي موند. كوتر زامبيا. ما كون العب بالوسط؟ والله ينصير. نعم العب الأتيفة في الاكس. السخيري و اليدوني. الناس كل يتعلموا اللعبية هيدو مزوز. الملش اللي بعده، اللعب سخيري و اليدوني لم تنجموش يمشيوا مع بعضهم. لا ينجمو، علش كما آآ زوزمه النجم يكون ماذلاً شنوه اللي يفرق؟ شنوه اللي يفرق لسان؟ شنوه اللي يفرق هو أنه ديما السؤال متاع آآ المتفرج بصفة عامة في العالم مجموعة وضايها المتفرج نبعده على المدربين هاي المدربين عادوا بخصار آخر آآ ديما يسلك علي ما يلعبش نعطيك أنا مثال تلاعب صخيري وشعلاني يقولك عليش ملاعبتوش بالرمضان أنت وين مردود؟ صحيت تلاعب بجمعة جاية صخيري بالرمضان يقولك عليش ملاعبش شعلاني ديما نسهلو أحنا علي ملاعبش ونفس الشي تلاعب مثلا آآ نعطيك مثال أنا تلاعب بريال جوجت مثلا آآ معلول وما يعطيش رنطموه تقول عليش ملاعبتوش بنحميدة بنحميدة في الكوب دهراب ما قصرش عمل ديما نفس السؤال أنا أقول حاجة بركة رابط مدرب كي حبط التشكيلة يشوف هو أنا هذيك هاي اللي بيش هزول الربح ينجم بعد ربعة ساعة أربعة دراجة ينجم يبدل السيستام وينجم يبدل الملاعبية أصعيب بيش تبدل الملاعبية خات رعيه باليوم آآ آآ في منتخب ملاعب بعد عشرين دقيقة بيش تخرجوا دونك قلش عليك حدا حملتو المسؤولية المسؤولية وقلش عليك تقولوا الكاريرا متاعك وفهم لكن أنا ديما نقول راوه يلعب سخيري ولا عيدوني ولا يلعب سخيري والشعلاني أنا أنا تكيشني الفرق بين سخيري والعيدوني والسخيري والشعلاني الزوز عندهم لي ميمكاليتي الشعلاني كيف كيف سيتان شوار اللي ديفونسيف مو قوي أحسن من عيدوني هجوميا وليه؟ آآ ربما لكن أنا أنا على غالب أنا فهمة شواري نحبه اللي هو بالنسبة لي أنا مستقبل آآ هو هو بالرمضان بالرمضان اللي النجم يفوق لك الكورة النجم يعتهلك القدام والنجم يمشي القدام بس هذا لكن لكن كيتلاعب بالرمضان وما يعطيش رادموه يقولك شبي ملعب نشعلاني وكيتلاعب الشعلاني وتناحيب بالرمضان شبيك ملعبش بالرمضان دون كنخالره ديما أنا ديما نقول نخير وأنه المدرب هو اللي يكون مسؤول على الاختيارات متاعه خاصة أحنا كفنيين فمني ما يزموش نداخله في أشياء اللي ربما أنا بعيدة عليهم ملنش ما نقولك أنا اليوم والله كان يلاعب آآ آآ بالرمضان وصخيري خير وغضوية تقولي شبيك الرجل عنده 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 فيروس ولا الرجل تضرب البارح في اللونتر المو في ساقه احنا بععد احنا بععد نخليه للمدرب الوطني حتى كيسمعنا يسمع حاجة بوزيتيف ونقولك حاجة رأي موهو شباهي إذا كان ديما لعب فلان ولاعب فلان ندخلوله الدود في مخه كنتش حتى كان نحكيه ديما في البوزيتيف رأي موش بريده معطلاً المدرب لازمو يسمع النقد أيضاً يسمع في العالم الكل معمول به معطلاً المدرب يناقش اختياراته بيانسور بيانسور مقال حتى واحد المدرب لا لا مقال حتى واحد المدرب ما تتم بش مناقشت اختياراته هي هذاك هوي إذا كان خسرته اللي عملته كل غلط انتي بيتك واحدة كمانترنور الدودة تقوله والله كلا عبت فلان لكن الحاجة اللي ما نحبهاش أنا أنا مثلاً كمانترنور ما نحبش إنسان يجي يقولي بيش تلعب فلان ولا فلان أنا نحب نمشي بتموخي كان لعبت فلان وممشتش على كل على قلك الروح الدار الداري اللوم روحي بروحي أما المشكلة وقت اللي أنا نسمع إنسان آخر يقول لي هبدو ونهبدو ما يعديش ننضموه من اللي نعدي فيه روحي في الكف عليك نسمع فيه اللي بين فائدر والمدرب يلزم يكون عنده مبدأ يزم يكون عنده استراتيجية يزم يكون عنده فلسة اللي يلعب بها ويقرر حياته وحده إذا كان بيش توقع تسمع روح التشكيلة من عنده فلسة اللي مليون تونسي أنا ديك أنا مثال دي روح ساعة ساعة أنا في المسير راني وجاني واحد يا كوتش بلايش بك فلان نتلعب فيهم وتلعب فلان نتلعب فيهم قلت له بلايش تخدم إنتي قال لي ما كان سيان قلت له تيبوز أنا نصحل على الكراب بكر منك إنتي قال لي ليه قلت له تيطفن كورة أكثر مني أنا قال لي ليه أخويا برا صلى على الكراب قال ليه والله يعانك حق يا كوتش واحده والله يعانك الحق روح عيب روح روح عيب كل مرة مسكين تحب أقول لك حاجة أنا لو كنا عاود أن تولد من جديد نخدم خدمتين نخدم بيلوت منتع الطيارة ولا نخدم طبيب أنا مريض حتى واحد جاب مرته ولا جاب ولده مريض وعطاه للطبيب بيش أعمله عليه عملية وقالوا أعمله عملية على المين ولا على الإسار يبدأ قاعد للبرة ويستنى إن شاء الله ولدي يخرج اللباس ومريض حتى واحد تلع في طيارة وتخلي الكوكبيت البيلوت وقالوا انزل على الفلساة هذه طيو انطيروا في ساعة أما رأي الناس كل تفهم أنا ما نفهمش في نجارة ما نفهمش في الميكانيك ما نفهمش في الطب ورأوا هذي اللي ضرتنا في البلاد رأوا اليوم تقضى مع التونس يحكي لك في السياسة يحكي لك في الكورة يحكي لك في التاريخ يحكي لك في الجغرافيا يحكي لك في كل شيء فضاي ساعة ساعة واللي ساعة ساعة أنا نقول يا أخوية تاريخ نس كل تفهم في كل شيء تبرا سايبها لكل واحد يشد البيرو اللي يحب عليه هذي خصوصية كان في تونس لا ساعة حتى في العالم برشة في تونس لا أنا عيش في ألمانيا أنا عيش في ألمانيا عيش في ألمانيا بالكتابل ديه 34 سنة في ألمانيا ما تلقاش عبيد قاعدة في القاعدة وتقاطع وتريش في عندها حاجة أخرى ما أهم عنده عائلته عنده الخدمة متاعه عنده البيزنس متاعه إحنا رأوا أعطيهم يكبشوا في حاجة كوتش نتبع رأوا حتى في الصفحات حتى في تشوف يلوموا مدربة في فرنسا ايه يلوموا موجود في نا موجود مش كما معطيت المفاهم أنا سمحني اختلافها معك مش كيف كيف كما تبيب الكرة تهم من ناس الكل الكرة غرام من ناس الكل كرة قسمون الشعوب أروا فما فرق بين أنا نحكي ونحب حاجة بحص النية بين إنسان حبي يستغلك حبي نبر عليك بلغة بلغة هذا حاجة أخرى احنا اليوم رأوا لو كان أنا شكرت إسلام نقول إسلام باهي وصحفي تبرك الله عليه يقول لك اذا كهو اكتز في القفة ولكن قلت أنا إسلام ما وش باين وللنبر بمضين محطة منا تكوي ومنا تحمي بمضين هذيك المشتلة عن نحنا اليوم أنا واخد نقول اليوم منظر كبير مدرب تونسي إلى حد الآن ناجح في المهام انت أو ناجح يش تحبوا عليه تحبوا يمشي الكوب دافريك مشيها الكوب دافريك إن شاء الله ربي يزنا القدام الكاليفيكا سمت الكوب دموند نزلت لنا ماتش الكوب داراب وصولنا الفينال بثمانين وسبعين في المائة من الملعبية لو كان جاء فرنساوي رانا لديناها احدا رجيب المير عمرو ثمانين سنة عودنا رجعناها انترانير تتصوروا انت جمعية توسية جيبه انترانير عمرو ثمانين سنة يقولك ليه كبر في العمر كيفياش كبير في العمر فما حاجات رو تصيرها عند التوانسا رو مخك يقف مخك يقف يا عزيز هالإصابات اللي صارت لسعد جردة صحيح بش يكون عندها مفعول نفساني على الملعبية اللي موجودين نحكي على السوطاش اللي مازالوا تحت ذمة المدرب متنجا مش تخلق هكا موتيفاسيون زايدة هالملعبية هذو ما يخلقوا من الضعف قوة ويحاولوا يعطيه أكثر ما عندهم بأسير بأسير اليوم الملعبية اللي 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 منظر كبير نعاونوه. يهمني وانا جلال قادر ينعاونوه. يهمني وانا الناس الكل. الناس الكل اللي مجندة اه اليوم روما او سال احنا قاعدين توشيخين في تونس. اللي ملعبين امتاعنا والمسؤولين اللي موجودين غاديك الكل. الكل ما عايشين في عالم اه عالم غريب. عالم ما يتمنى لحتى واحد. عالم اللي الكرتوش قاعد يضرب. في كل وقت. عالم اللي الكورونا اه تخرج اللي يسلم عليها اه اتخاف على روحك. لمشي دعم تس تخرج اه 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 بوزيتيف. اليوم اللي ملعبين الى 14 الملعبين اللي عنا اذوكم اليوم من جندين. من جندين وكل واحد النجم يجري 120 دقيقة من 90 دقيقة. ماهي. نعرش فسليم اه اذا كان مازال عندك متاسألة على المنتخب اللي يعني نحب ناخه ورايه في المنتخب الجزائري والمنتخب المغرب. او سؤال نختمه بي مثلش متفئل كورتش وين نجم نوصله في البطولة هذي. نجم نوصله البعيد. بعيد اش معنى يا عديمي. في نالة بعيد. في نالة بعيد. نهزو الكوبة بعيد زيز. انا 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 شخصيا نقول اه لو كان خلاتنا الفيروس هذيه اللعباس على خط الرعو ما تنجمش تلعب اربعة متشوهات مع بعضهم ولا ثلاثة متشوهات مع بعضهم با اربعة عشر جوار. بنفس الملعبية. مم. ما تنجمش. ورعو الجوار اللي يضرب تضربوا الفيروس هذيه الكورونا رعو بش يرجع صحيا ويعطي الرضمون بتاعه يزموها على اقل عشرة ايام. اليوم انا قبل ما بدت التورنير كنت نقول بالجروب هذيه النجم نوصل الفينال. انا نجم نقول لك بالجروب هذيه النجم نوصل الفينال. في سورد ما اذا. اا. ما صارتنياش برشم لعبية مضروبة فيروس الكورونا. ان شاء الله ليه. بيه المنتخب الجزائري اا كوتش اليوم يلقى روحوا بنقطة وحيدة بعد زوز مباريات اللي هي على الورق في متناوله سيرليوني وغنيا الاستوائية. اا. حتى هدف مسجل بالرغم من الكم الهئل من المفورس الي يخلقها ويلقى روحوا اا في وضعية حريجة يزمو ينتصر وينجم حتى ينتصر وينتظر معني. ماك تعرف نو كتة هز كاس افريقا اللي خرانية وصارت حتى مع المنتخبات الكبار في الكوب دي مون شوفت فرنسا بعد كاس العالم اا اا وكاس أوروبا 2002 خرجت متور لولاني كيف كيف إيطاليا هاس كاس العالم بعدش في الكوب دوروب خرج متور لولاني كيف كيف ألمانيا 2014 هاس كاس العالم و2016 خرج متور لولاني في كاس أوروبا دونك تولي كل فريق يحب يربح كالمنتخب اللي هاس كاس الفريق يقبل اللي هي الجزيرة زيدة لذا انت ريفيو الميدياري عند قيمتها الفوفيغة تنسيون وقت اللي مدرب ما نعرفش أنا قالها ولما قال هيش أنا اللي سمعته وأنه قال حب نوزو كاس العالم بالمادي قالها في بلاتو في فرنسا والا والا وقت اللي وقت اللي أنا انترنير يقول لنا نحب الناس كاس العالم وانتي ما زلت ما تعديش حتى متور لولانية من كيف في كاس أفريقي ماكش واحدك لو ما زل حتى ما ترشعل هاش هو كاس العالم ولا ولا ماكش واحدك في مدي تلعب دونك هذيك اللي يعطي الموتيفاسيون المنتخبات تلك كيف أدفرسير وقت اللي هي المنتخبات الافريقية يدخلوا الوتي اللي وعايتوا الملعبية بتاعهم يعملوا رينيون ويوريوا الانترنير دولي كيف ناسرنا لتاعة تزير الرجل اللي يحب بيس كاس العالم بعد إذا كانوا يحب بيس كاس العالم دونك كاس أفريقيا هذي حتى في جيب هو في مدي دونك ها موتيفي المنتخبات اللي بيش أنا بضده ونجم نقول لك أنا إذا كان بتوقع الحالة ذي يتزير باش عندما تصعب يستطلل صحيح صحيح فهمتني آآ صعيبة ياسر آآ الفرق آآ يزمن هوم يربحوا حتى ماتشنول يظل يسيب عليهم دونك كيما قلت لك آآ لا ماتشنول تروح ماتشنول تروح ماتشنول تروح ماتشنول تروح ماتشنول تروح دونك ومعوش سهل وباش يعرفوا راو حتى كتربة سبعة وثلاثين متش آآ وربعاتهم وش معانتها ست ماتا تلعب سبعة وثلاثين متش بدون هزيمة ماشو من معنتها رايك أحسن واحد في الفريق خطر الكرة كل متشو متشوه وكل الدiversير اآ آآ يبدق الغالي حسابه ويقدر تزير وتورت زير يزمها اآ كيما قلوها تمنظي سيوفه وتحاول بشتربحها القود يبار اليي انا نشوف المنتخب العربي اللي أقنع وحتى التوى عامل ستة نقاط في زوز مباريات مسجل ثلاثة أهداف ومقبل حتى هدف وحتى في مردوده على الميدان مقنع هو المنتخب المغربي دربت في المغرب تعرف الكورة المغربية شنو رأيك في المنتخب المغربي والويني نجم يوصل في المسابقة كما شفت المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد اللي في كأس كأس العربية اللي يلعب بدون أي لعب اللي قاعدين يلعبوا طوى في كأس أفريقيا مع هذا إذنتي لمساب اللي كان هو الحارس الثاني المنتخب المغربي الحاجة اللي تحسب له وأنه ما يحسوش بروحهم وأنهم نجوم عندهم إرية دروا أشرف أشرف حكيمي يلعب باريسان جرمان عندهم نجم نقول لك ثنين أو عشرين جوار ما فاما حتى جوار يلعب في المغرب وهذا من مدربة اللي ناحا نجم زياج غرض الانذيبات ناحا زياج الانذيبات وقت اللي يدخلوا للوتيل وانا نعرفها بالدائج وقت يدخلوا للوتيل مع شي فاما هذا يلعب باريسان جرمان وهذا يلعب في اسبانيا وهذا يلعب في فرنس وهذا يلعب في الأنغلية تاة مجموعة متكملة شفناها في التيران كيف كيف وقت اللي تتفك لهم الكورة يحاولوا الناس الكل مع بعضهم إذا يوى ثلاثة واربع فرص لكن الفرص جيهم يمركيهم عكس منتخب الجزائري اللي جي العديد من الفرص ولكن ما يستغلهم مش منتخب المغربي جي برشة فرص لكن يستغل واحدة ولا اثنين ويظل لأن المنتخب المغربي إذا كان بيش يكمل في الثنية هذه عنده على البنك برشة ملاعبية اليوم ينجموا يعملوا فارقة صوفيان رحيمي الناتاكون لعب عندي في الرجاعة أو يلعب في العين عندهم برشة ملاعبية الي كيعرف المدرب كيفاش يستغل الجنوب هذايا نجموا يقول لك نجموا يزوكا سفريقيا تراهم ينجموا يكونوا في الأخير على منصة التتويج بالنسبة للمتخب المغربي نتمنى نتمنى خاصة نكي نشوف رئيس الجامعة سيد لكجا كيفاش اتربع لتونس هو ورئيس اتحاد المصري اللي تونس كانوا يحبوها تتعصير لها ببعي قبائد كبار وتعرف انت البوفور متاع الفيديراسيون متاع المغرب وكنا احنا توازع نعرفه البوفور متاع الفيديراسيون متاع المغرب في الكاف قوي ياسر وبرافو وبرافو سيلاكجا وبرافو رئيس الاتحاد المصري وبرافو كيف المسؤولين الليبيين اللي كانوا غاديكا حاضرين اللي ضربوا على تونس بالجداء بالجداء وقالوا تونس ما تتعاقبش ما كانش احنا نسحبه وان شاء الله ان شاء الله اللي يعملوه مع المنتخب انا ديما اقول دلهم نتمنى يكون نهائي بين المغرب و تونس وكانك وقتا نقولك اذا تونس بيتربحنا زيرو ان شاء الله جزيلا شكر لك كوتش لاسعد جردة ضيفنا اليوم ممتع الحوار معاك وشاء الله تكون معنا في قادم الفرص في تغطيتنا الخاصة بكاس افريقيا كان توتال انيرجي كمونا في الموحدة عشر اه 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 اشنو ما فهمت هايش او كان بريبيبا مش يكون بحضينها في الموبيل يا جهيتو اني عادت فتوتا اكتبعنا بالالغاز اسلام ربي يهديك ربي يهديك شكرا لك ما تعلمتها منه قالت لازم نحوالكم في شوية لا اسمعني انا انا اعتقد اقبل منه فاو انا نصيحة للملاعبية الكلية هاي استثمروا في الفلوسكم في لزي موبيل خذوا ديار راوا احسن حاجة كي تبدأ ملاعبية تاكورة على الأقل عن دارك ملك عندك سقف فقراسك يزيونا مشاريان البرشي ومشاريان الاجراب يعني لو لا يدروا احسن حاجة تحطوا فلوسكم في اللي موبيليون تاخدوا ديار وتتهنئوا على الأقل ناريخ كي تبدأ عندكم عائلاتكم ومهم اللي يقول فيه على خطر رأوا برشة ملاعبية في وقت ما كانوا يسقيهم في الركاب ومهمش حاسين بالحظ اللي عندهم بعد ما يكمل كارير والأسف يلقى روحوا في مضايا خائبة برشة انا ديما نقول احنا رأنا المدربين عندنا مسؤولية التوعية يزمن النوعية والملاعبين يعني يقول شعليه ابوهم يقول شعليه خوهم الكبير فهمتني وان شاء الله رب يهديهم اعطاهم وقت بيها يقول اليوم استثمار لكن استثمر من الوصف للحاشة البعية جزيلا شكر ليك كوتش لسعد جرد شكرا نسلام المدب علي باشا في الاخراج تلقاوا الفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع تقو المديوني في الاخراج وليد برحوم نحييكم شكرا لانيس سحباني في لمبي مبعوثنا الخاص على عين المكان تقابلوا غدو ان شاء الله باي باي